بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي من السنن الإلهية التي تحكم العلاقة بين الحق والباطل أن الحق منتصر دائما وأبدا ولهذا ترون أن الخلود لإبراهيم وليس للنمرود وأن الخلود لموسى وليس لفرعون وأن الخلود لمحمد وليس لقريش الكافرة وأن الخلود للحسين وليس ليزيد لا تمح ذكرنا لا تميت وحينا لا تدرك أمدنا كما قالت العالم غير المعلمة يأتي السؤال فلما يقتل أهل الحق ويظلمون دائما الجواب حين يقال أن الولد نعمة لا يعني ذلك نفي المتاعب قبل مجيء الولد وبعد مجيئه فالولد نعمة مع وجود المتاعب وهكذا الأمر هو هنا والحمد لله رب العالم